السلام عليكم ازاي تعلمنا بالجزء السابق من الفصل الثاني الموشن وون دايمينشن تعلمنا خصاص الحركة اللي هي الإزاحة والموضع والسرعة والتسارع وكيف نوجد كل منهم من خلال معرفتنا لاقتران تغير موضع جسم مع الزمن او اختران تغير سرعة لجسم مع الزمن وتعرفنا على نوعين للسرعة اللي هو المتوسط السرعة والسرعة المتوسطة والسرعة اللحظية وايضا اذا كانت السرعة متغيرة فكان انه بنشأ تسارع للجسم وهذا التسارع تعرفنا على نوعين منه اللي هو متوسط التسارع خلال الرحلة الكاملة او التسارع اللحظي عند لحظة او زمن معين وتوقفنا عند حالة خاصة بدنا نحكي عنها الان من الحركة في بعد واحد بالفصل الثاني واللي هي الحركة لما بكون تسارع الجسم ثابت لما بكون تسارع الجسم ثابت لا يعتمد على الزمن يعني غير متغير فبكون بهاواость فبكون بهاواح الحالة ان تسارع الجسم الثابت بكون متوسط التسارع يوسوي السارع اللحظي هاي الحالة بنحصل عليها انو متوسط التسارع يوسوي التسارع اللحظي لما يكون تغير السرعة مع الزمن تغير خطي وبالتالي بكون تغير الموضع مع الزمن تغير تربيعي فقط مش تكعيبي أو أي أوردر أكبر من تربيعي بالنسبة للزمن يعني لما يكون عندنا مثلاً على سبيل المثال اقتران تغير الموضع مع الزمن لجسم بساوي مثلاً ثلاث تي تربيع زاد اثنين فلاحظوا أنه أعلى أوردر التي عندنا هون تربيعي اثنين فبالتالي لما نوجد السرعة V of T طبعاً نحن نحكي عن محور السينات هنا لأنها محركة في بعد واحد فتكون السرعة اللحظية تساوي مشتقة اقتران الموضع هذا اللي هون فتكون ستة تي اللي هي مشتقة تي تربيع اثنين في الثلاث اللي هي ستة تي مشتقة اثنين بتساوي زيرو فبالحالة هاي لاحظوا أن السرعة لدينا خطياً بتتغير مع الزمن يعني مقدار التغير في السرعة خلال الثاني الأولى هو نفسه مقدار تغير السرعة مع الزمن خلال الثاني الثانية خلال الثاني الثالثة إلى آخره هذا المقصود بالتغير الخطي في هاي الحالة لما يكون عندنا تغير زي هيك هاي بتأدي لأنه يكون متوسط التسارع للجسم يساوي التسارع اللحظي طيب شو بنستفيد من معلومة أن يكون متوسط التسارع للجسم يساوي التسارع اللحظي احنا درسنا سابقاً أنه متوسط التسارع للجسم في حالة كان بتحرك في بعد واحد وتحديداً كان عم يحور الصينات على سبيل المثال هاي كانت تساوي دلتا V على دلتا T واللي هي تساوي V final ناقص V initial على T final ناقص T initial كونه حالي خاصة عندنا التسارع اللحظي يساوي متوسط التسارع فلو استبدلنا متوسط التسارع بالتسارع اللحظي في الحالة هاي إنه كان ثابت يعني فبصير هاي تساوي X بالتالي إذا اعتبرنا إنه T initial مثلاً تساوي 0 يعني بدأنا الحركة من اللحظة اعتبرنا فيها الزمن الابتدائي تساوي 0 فبالتالي لما بنعمل ضرب تبادلي بتصير عندنا V تساوي V initial زايد A في T هاي كيف سنتجناها العلاقة هون T initial هاي 0 كونه T initial 0 فالفاينل شلناها وصار اسم الزمن النهائي T فقط لأنه مدام initial مش موجودة ما في داعي نحكي final و initial فصارت بدل T final T عندنا V initial موجودة والV final هاي موجودة هون اما منستبدلها بV لوحدها او منخليها V final هاي العلاقة الاولى منسميها شرطها الاساسي انه يكون اولا التسارع ثابت constant وانه تكون الحركة في بعد واحد one dimension motion هاي العلاقة الاولى اللي استنتجناها هاي العلاقة منسميها معادلة الحركة او احدى معادلات الحركة في خط مستقيم وبتسارع ثابت من خلال العلاقات اللي درسناهم للسرعة والازاحة والتسارع السابقات لمتوسط السرعة متوسط التسارع واللحظة للسرعة واللحظة للتسارع نستنتج ثلاث معادلات للحركة بخط مستقيم وتسارع ثابت اللي هي اول علاقة هاي اللي اشارنا الها هون هسا منعيد كتابتها اللي هي V-Final بتساوي V-Initial Z-A في T وكونه احنا بنحكي عن محور X فمنطقيا نسميها V-Final X V-Initial X Z-AX في T عشان نبين انها بنحكي احنا عن حركة في بعد واحد one dimension و احنا اخترنا انه محور X ولو انه يجوز استخدام محور Y او محور Z حسب حركة الجسم هل هي افقية او عامودية او عامودية على مستوى X-Y مثلا او محور Z المعادلة الثانية اللي بنستنتجها ايضا واشتقاق هاي المعادلات كلها موجود في الكتاب يعني بالتفصيل المعادلة الثانية اللي هي Delta X تساوي V-Initial X في T زائد نص AX T تربية ونتذكر انه Delta X Delta X هي عبارة عن X-Final ناقص X-Initial المعادلة الثالثة اللي هي V-Final X تربية بتساوي V-Initial X تربية زائد 2 AX في مقدار الازاح اللي هي Delta X في معادلة رابعة ايضا مشتقة بتربط بين الازاحة وبين السرعة اللي الابتدائية والنهاية والزمن هاي المعادلة اللي هي Delta X الازاحة تساوي V-Final X زائد V-Initial X على 2 مضروبة في T الكل مضروب في T هذول الاربع معادلات اللي هم شرطين أساسيات حتى نستخدمهم لا تنسوا ونتبهوا لهاي النقطة إنه الشرط الأول واحد إنه يكون التسارع ثابت نكون التسارع ثابت يعني متوسط تسارع بسبب التسارع اللحظي يعني يكون مذكور بالسؤال أو بالحال اللي بدنا ندرسها أو المثال إنه الجسم يتحرك بتسارع ثابت حتى أقدر أستخدم أي واحدة من الأربع معادلات هذول والشرط الثاني إنه تكون الحركة ببعد واحد طيب المعادلة الأولى الموجودة عندنا تربط بين السرعة النهائية والتسارع والزمن إنت منستخدمها حسب المعطيات الموجودة عندي بالمسألة إذا كان عندي السرعة النهائية والتسارع وكان طالب التسارع وعند زمن معين فأستخدم المعادلة الأولى معادلة الثانية تعطيني الإزاحة والسرعة الابتدائية والتسارع والزمن المعادلة الثانية فيها السرعة النهائية والسرعة الابتدائية والتسارع والإزاحة المعادلة الرابعة الإزاحة والسرعتين الابتدائية والنهائية والزمن فحسب معطيات المسألة أو الحال اللي بدرسها عندي حتى أوجد المجهول المطلوب مني أو أنا بدي باستخدم اما واحد من هذه المعادلات او ثنتين او ثلاث منهم حسب المعطيات وحسب المطلوب من المسألة ولا تنسوا ان الشرطين الاساسيات لاستخدامهم انه يكون الجسم بتحرك في بعض واحد في حركة خطية يعني اما على اكس او على واي او على زد والشرط الثاني انه يكون التسارع ثابت طبعا كونه بنحكي بون دايمينشن والون دايمينشن احنا يعني الحركة في بعض واحد لدينا الحرية انه نستخدم اكس او واي او زد زي ما بدنا فبالتالي الاربع معادلات هذول ممكن نشيل الاشارة فيهم لمحور اكس ويكونوا عندنا بشكل عام مكتوبين بالنسبة لأي محور فبتكون الاولى مثلا في فاينل بتساوي في اينيشيل زائد اي في تي بغض النظر كانت الحركة على محور اكس او واي او زد المعادلة الثانية اذا كانت دلتا على محور اكس بدها تكون دلتا اكس اذا كانت على محور واي بدها تكون دلتا واي على محور زد دلتا زد فهي هون مثلا دلتا اكس كونه ان الحركة في خطية على محور اكس بصير في اينيشيل تي زائد نص اي في تي تربيع والمعادلة الثالثة في في فاينل تربيع بتساوي في اينيشيل تربيع زائد اثنين اي في دلتا اكس في دلتا اكس حكينا كمان هاي ممكن نستبدالها في دلتا واي او دلتا زد حسب الحال اللي انه و دلتا اكس بتساوي في فاينل زائد في اينيشيل على اثنين في تي التطبيق اللي بدنا ناخذه على المعادلات هاي معادلات الحركة في خط مستقيم وبتسارع ثابت بدنا ناخذ تطبيق الفري فالينل هو السقوط الحر ليش السقوط الحر السقوط الحر لانه الجسم لما بسقط من ارتفاع معين او الجسم منقذف نحو الاسفل او يقذف نحو الاعلى في كل الحالات هاي الثلاث بكون الجسم بتحرك في بعد واحد فمثلا لو جسم تركته رفعته انا على ارتفاعه معين عن سطح الارض هذا الجسم موجود عندي بايش رح يتأثر لما بكون رافعه مثلا ماسكو بالاعلى بكون متأثر بقوة الجاذبية اللي هي مؤثرة عليه واللي هي عبارة عن وزنه هاي قوة الامجي اللي هي الكتلة في تسارع الجاذبية الاضيهية القوة اللي بتأثر عليه فقط طبعا في حال اهمال مقاومة الهواء واحتكاك الجسم يعني مع الهواء فبالتالي فقط القوة المؤثرة عليه هي قوة الوزن فلو تركت الجسم يسقط من ارتفاع معين وكانت السرعة الابتدائية بتساوي زيرو يعني انا ما قذفته نحو الاسفل تركته يسقط سقوط حر فراح يتحرك الجسم في خط مستقيم حتى يصل سطح الارض فبالتالي هاي الحركة هي حركة خطية بالاضافة لانها حركة خطية الجسم وهو ساقط سرعته بتزداد نحو الاسفل بمعدل ثابت يعني بتتغير سرعته خطيا بالثانية الاولى بتزيد سرعته بمقدار 9.8 يعني لما الجسم بكون مصل هون مثلا بعد ثانية هون كان عنتي بتساوي زيرو هون عنتي بتساوي واحد سكند فبعد ثانية واحدة بتكون سرعته صارت 9.8 متر لكل ثانية بعد ثانيتين بصير سرعته ضعف 9.8 وهي 19.6 بمعنى كل ثانية بتمر على الجسم اثناء سقوطه من ارتفاعه معين فبتزداد السرعة بمقدار 9.8 لكل ثانية هذا الازدياد في السرعة الازدياد الخطي في السرعة هو اللي يسمى التسارع تغير السرعة هو التسارع كونه خطيا فمعناته التغير إذا كانت تغير في السرعة خطيا فمعناته التسارع ثابت والتسارع الثابت لجسم الساق سقوطه حر أو المقذوف نحو الأسفل أو المقذوف نحو الأعلى تسارع الصادي طبعا لأن الحركة على محور Y بهاي الحالة بتكون بغض النظر كان على محور Y السالب اللي هو نحو الأسفل أو الموجب نحو الأعلى بهاي الحالة بكون التغير الصادي في السرعة اللي هو التسارع الصادي بساوي سالب G سالب تسارع الجاذبية الأرضية واللي هو بساوي ناقص 9.8 متر لكل سكن تربيع طيب الحالة الثانية أنه الجسم أنا شو عملت فيه خذفته نحو الأسفل بسرعة معينة يعني كان الجسم موجود عندي هون شو مؤثر عليه؟ مؤثر عليه الوزن Mg وأنا كمان قذفته نحو الأسفل بسرعة ابتدائية V initial على سبيل المثال 10 متر لكل ثانية طبعا العشرة هاي لما أنا بدأ عوضها بمعادلات الحركة بخط مستقيم لسرعة الابتدائية هاي لازم أعطيها إشارة سالبة ليش؟ لأنه اتجاهها نحو الأسفل على محور الصادات السالب وكون السرعة كمية متجهة فحكينا الاتجاه نحدده طالما نحن نحكي بواندايا منش من خلال الإشارة اللي بنخذفه نحو الأسفل أي سرعات بنخذها نحو الأسفل نعطيها إشارة سالبة أي سرعات نحو الأعلى على محور الصادات الموجب نعطيها إشارة موجبة نفس الإشارة الإزاحة أو الموضع أي موضع نحو الأسفل على نقطة القذب بتكون موضع أو إزاحة سالبة بالأعلى بتكون موجبة إلا التسارع اللي هو تسارع الصادي اللي هو تسارع سالب الجاذبية الأرضية دائما بكون سالب نحو الأعلى أو نحو الأسفل فإذا قذفنا هذا الجسم بسرعة ناقص 10 متر لكل ثاني نحو الأسفل طبعا السالب حكينا لأنها الاتجاه فبعد مرور الثانية إذا صار الجسم هون أنتي بتساوي 1 سكند فسرعته شو بصير فيها بتزداد بمقدار 9.8 يعني بتزيد على العشرة فبتصير سرعته هون فيه بتساوي 19.8 متر لكل سكند وإشارتها سالبة بالاتجاه السالب فبعناته الجسم المخذوف نحو الأسفل أو الجسم الساقط نحو الأسفل سقوط حر بالحالتين بسلك مسار خطي One dimension نحو الأسفل وتسارعه ثابت الازدياد فيه ثابت اللي هو تسارع الصادي بكون يساوي السالب جي واللي هو بساوي ناقص 9.80 الحال الثالثة أنه جسم أقذفه نحو الأعلى يعني يكون عندي جسم هون على ارتفاع معينة الأرض أو على سطح الأرض أي حال من الثنتين وأقذفه نحو الأعلى شو رح يصير بالجسم رح ينقذف نحو الأعلى يوصل لأقصى ارتفاع وبعدين يرجع على نفس مساره اللي انقذف منه ويرجع على الأرض هذا مسار الجسم من نقطة قذفه نحو الأعلى لحد ما يصل أقصى ارتفاع لحد رجوعه للأرض هاك كلها حركته تكون حركة في خط مستقيم وبتسارع ثابت تسارعه صاعد نحو الأعلى هو ناقص 9.8 واللي هو سالب جي هاي تسارع الصادي نحو الأعلى نحو الأسفل كمان.'9.8 اللي هو سالب جي التسارع الصادي لأنه الجسم الذي صاعد نحو الأعلى شو يصل بسرعته؟ بتكون تقل يعني السرعة النهائية أقل من الابتدائي فبالتالي التسارع يطلع سالب وهس بالنحو الأسفل والسرعة النهائية اقل bigger من السرعة الابتدائية والسرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية بالإشارة السالبة فبالتالي��ى يوصل ve otro التسارع كمان معي سالب فبالتالي الثلاث حالات عنا اللي المتوقعات لحركة الجسم العامودية انه جسم يكون ساقط نحو الاسفل سقوط حر جسم مقذوف نحو الاسفل وجسم مقذوف نحو الاعلى بصل لاقصر ارتفاع وبروت برجة على مساره في الثلاث حالات هاي دائما بستخدم التسارع وبعوض في معادلات الحركة بخط مستقيم اي بستخدمها ناقص 9.8 واللي هي بتساوي سالب جي متر لكل سكن التربية فهذا التطبيق اللي بدنا ناخذه على معادلات الحركة في خط مستقيم وباتسارع ثابت اللي هو الجسم الساقط سقوط حر احنا منسميه سقوط حر بحالة انه تركنا يتحرك من السكون لكن حتى لو قضفناها نحو الاسفل وقضفناها نحو الاعلى كمان منسميها فري فولينج اللي هو سقوط حر لانه في جزء من الحركة بكون ما في قوة بتأثر على قوة الجاذبية الارضية واللي هي بتكسبه تسارع ثابت طيب بالحالة هاي لما يكون عندي الجسم بتحرك على محور الصادات يعني الجسم مقذوف نحو الاعلى او مقذوف نحو الاسفل او متروك يسقط سقوط حر نحو الاسفل شو بصير بمعادلات الحركة بخط مستقيم الاربع اللي درسناها هكي بشوي بالنسبة للحركة على محور الصادات منغيرهم بدل مكانه على محور اكس بصيره على محور الصادات ولكن منستعمل اي بتصير عنا اي واي بدل مكانة اي اكس بصير اي واي وبتكون قيمتها ناقص 9.80 فبالتالي بتصير المعادلة الاولى للحركة اللي اخذناها بتصير عبارة عن في فاينل اما من حط واي او من دون واي لانه خلص احنا بنعرف انها على خط مستقيم على بعد واحد صادي بتساوي في اي 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 حركة على محور Y للجسم اللي بتحرك بتسارع ثابت تصارت V2 نقص V-initial-98 المعادلة الثانية اللي كانت Delta X بتساوي V-initial X في T زائد نص AT تربية ما بتصير بالنسبة على محور Y بتصير Delta Y بتساوي V-initial في T وبدل X هي لازم نحطها هون في initial Y ولكن خلاص لان احنا عارفين على محور الصادات نستخدمها زي هيك أسهل ناقص نص 9.8 اللي هي AY يعني في T تربية المعادلة الثالثة اللي هي كانت V-finial X تربية بتساوي V-initial X تربية زادي 2AX في Delta X هاي بتصير معنى على محور Y عبارة عن V-finial تربية بتساوي V-initial تربية الAX بدنا نستبدلها بالAY اللي هي ناقص 9.80 فبصير ناقص 2 في 9.8 في Delta Y المعادلة الرابعة اللي هي كانت Delta X بصير عندنا Delta Y بتساوي V-finial زايد V-initial على 2 ثانيا في T هاي على محور أيضا Y طيب المعادلات الأربعة هذون معادلات الحركة وخط الصقيم متسارة ثابت على محور Y بنا نأخذ عليهم مثال حتى نفهم أكثر كيف تكون التطبيق على المحور العامودي لو أخذنا مثال عندنا مثلا بناية لها ارتفاع معين عن سطح الأرض البناية هاي ارتفاعها وهذا المثال موجود بالكتاب بنفس الأرقام بالتفصيل هاي البناية ارتفاعها خمسين متر عن سطح الأرض وموجود هون شخص عند سطح البناية مسك حجر من حفة البناية وقذفه نحو الأعلى فشو رح يصير بهذا الحجر رح يصل لأقصى ارتفاع ويسقط نحو الأرض طبعا أنا راسم المسار هون زي قوسي شوي ولكنه فعليا لا رح يصل لأقصى ارتفاع عاموديا ويرجع على نفس الخط ما رح يصير فيه إنحنا ولكن حتى نبين أنه كيف راجع عملنا القوس هون بالأعلى فالحجر وهو صاعد بصير سرعته تقل حتى يصل لأقصى ارتفاع عند أقصى ارتفاع هون سرعته لأنه إله فقط سرعة عاموديا بتكون سرعته هون بتساوي 0 يعني عند أقصى ارتفاع هون بتساوي 0 في وي طبعا وهو راجع لما بوصل لنفس النقطة اللي انقذف منها بتكون سرعته نفس سرعته اللي انقذف منها نحو الأعلى ولكن إشارتها سالبة وباستمر الجسم أو الحجر هادي بالسقوط حتى يصل لسطح الأرض إذا كان مقدار السرعة الابتدائي اللي قذفناه فيها عند سطح العمارة هون في إنيشيال بتساوي 20 متر لكل ثاني واعتبرنا أنه الزمن هون تي بتساوي 0 يعني اعتبرنا زمن من بداية قذف الحجر نحو الأعلى وأيضا اعتبرنا المرجع الأوريجن هون المرجع اللي عندنا هون بتكون X بتساوي 0 Y بتساوي 0 طبعا X-H X-Initial Y-H Y-Initial كان هون X بتساوي 0 Y بتساوي 0 احنا طبعا X-Initial ما بتهمنا لأنه احنا بنحكي عن حركة عمودية يعني ما في عندي زياح أفقي وكان في عندنا مثلا عدة مطالب الجسم اللي موجود عندنا مثلا كان زي ما هو موجود بالكتاب بالمثال فرع A كم الزمن اللي بستغرقه هذا الحجر حتى يوصل لأقصى ارتفاع يعني كم الزمن بكون هون عند أقصى ارتفاع كم مقداره طيب إذا بنا نوجد الزمن هون على أي معادلة من المعادلات الأربعة رح نحل نستخدم مثلا المعادلة الأولى اللي هي V-Final بتساوي V-Initial ناقص 9.8 في T ليش ناقص 9.8؟ لأن الحجر بتحرك تحت أثير الجاذبية الأرضية ولو إنه صاعد للأعلى لكنه صاعد للأعلى من اللي بسبب نقصان سرعته واللي بيكسبه تسارع الجاذبية الأرضية السالب هو قوة الجاذبية فبالتالي هو بتحرك تحت أثير الجاذبية الأرضية فبالتالي تسارع تسارع ثابت وهو بتحرك عموديا على خط مستقيم طيب هل أنا بعرف السرعة النهائية لما بوصل أخصى ارتفاع؟ نعم كم السرعة النهائية لما بوصل أخصى ارتفاع؟ سفر هل بعرف كم مقدار السرعة الابتدائية؟ نعم لأنها كل السرعة الابتدائية نحو الأعلى فمقدارها عندي موجود اللي هو 20 على محور Y ناقص 9.8 في T بنقل 20 للجهة الثانية وبطلع الزمن الزمن بطلع معي 2.4% هذا الزمن أقصى ارتفاع إذا اعتبرنا أنه النقطة اللي بوصلها في الأعلى هون واحد فهذا بنقدر نسمي T1 أنه الزمن اللي يستغرق الجسم حتى وصل أقصى ارتفاع المطلوب الثاني مثلاً مطلوب منا كم مقدار أقصى ارتفاع؟ أقصى ارتفاع عن مين؟ عن المرجع المرجع تبعنا اللي هو مكان قذف الجسم مكان قذف الجسم حكينا Y initial كم بتساوي 0 فمعناته أي ارتفاع أعلى من الزيره هو اللي بيتسمى أقصى ارتفاع Y maximum مثلاً اللي بوصلها أقصى ارتفاعه هو صاعد نحو الأعلى فأي معادلة بنستخدم من المعادلات؟ نستخدم المعادلة الثانية المعادلة الثانية شو بتحكي لنا دلتا Y بتساوي V initial في T ناقص نصف تسعة بوينت ثمانية في T تربيع الزمن صار معروف بالنسبة لنا هساً اللي هو زمن أقصى ارتفاع الدلتا Y هي عبارة عن Y final ناقص Y initial ولكن Y initial أصلاً بتساوي 0 لأنه اعتبرنا origin أو نقطة المرجع عندنا اللي هي مكان قذف الجسم فبالتالي ال Y final هاي بتصير هي نفسها ال Y maximum اللي هي إزاحة أقصى ارتفاع وموضع الجسم عند أقصى ارتفاع بالنسبة للرفرنس اللي هو سطح البنائي فبالتالي بصير عندي Y maximum بتساوي V initial Y V initial Y اللي هي 20 في الزمن اللي هو زمن أقصى ارتفاع اللي هو 2.04 ناقص 9.8 على 2.04 وبالتالي منه هاي بس نحصبها بطلع منه معنى Y maximum بساوي 20.4 فاصلة أربعة بالعشرة متر لحظة طلعت إشارتها أيش موجبة ليش؟ لأنه الحجر وصل لأقصى ارتفاع على محور الصادات الموجب بالنسبة للنقطة اللي انقذف منها يعني نحو الأعلى فمنطقيا لازم يطلع معي الموضع أو الإزاحة موجب هاي ال Y maximum بقدر أسميها موضع الجسم بالنسبة للمرجع اللي هي 20.4 أو إزاحة الجسم ليش؟ لأنها هي عبارة عن كمان هي عبارة عن دلتا Y لأن الدلتا Y هي أصلاً Y maximum ناقص Y initial اللي هي بتساوي 0 فهي إزاحة وموضع بنفس الوقت مطلوب ثالث مثلاً طلب مني كم الزمن اللي بستغرقه الجسم حتى يصل لنفس مستوى النقطة اللي انقذف منها يعني الجسم بلش من هون تحركيك رجعاً لنفس النقطة اللي انقذف منها كم الزمن اللي بستغرقه منطقياً هو الزمن اللي بستغرقه ضعف الزمن اللي استغرقه لأقصى ارتفاع يعني 2 T1 ولكن احنا بدنا نوجدها رياضياً فأي معادلة بنستخدم بالحالة هاي نستخدم أيضاً المعادلة الثانية اللي هي دلتا Y بتساوي V initial في T ناقص نص 9.8 في T3 طيب لما الحجر بده ينقذف من سطح البيان البناية من عند Y initial بتساوي 0 ويتحرك ويرجع لـ Y final هاي كم بتكون ما هي على نفس المستوى الصادي فـ Y final بتكون كمان 0 فهو عندنا دلتا Y اللي هي بتساوي Y final ناقص Y initial Y final 0 ناقص Y initial 0 هاي بتساوي V initial اللي هي 20 في T ناقص نص 9.8 في T3 هاي كلها بتساوي 0 فبالتالي لو أخذنا T عامل مشترك فبتكون T عندنا في مضروبة في 20 ناقص اللي هي 9.8 2 هو 4 0 9 إلى 10 في T هاي كله بتساوي 0 هاي المعادلة عندنا لها حلين إما T بتساوي 0 وهذا الحل مش هو المطلوب لأنه الزمن اللي استغرق الجسم حتى يصل لنفس النقطة لنفس مستوى النقطة اللي انقذف منها ما رح يكون T بتساوي 0 يعني الزمن ما رح يكون 0 هذا الزمن هو الزمن اللي انقذف منه الحل الثاني لها لأنه عندنا إما T بتساوي 0 أو هذا اللي بين قوسين هو يساوي 0 فالحل الثاني أنه 20 ناقص 4.9 في T تساوي 0 ومنه نستنتج أنه ربما ننقلها هالطرفين أنه T بتساوي بطلع قيمتها معنا ضعف القيمة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي 4.8 هاي قيمة الزمن اللي بستغرق الجسم إذا بدنا نسميها 2 يعني النقطة 2 على اعتبار أنه هاي النقطة 2 الزمن اللي بستغرق الجسم حتى يصل لنفس مستوى النقطة اللي انقذف منها طبعا الجسم برجع للنقطة هاي بس ما بتوقف لأنه مار بحافة البناية فبيكمل مساره نحو الأسفل حتى يوصل سطح الأرض مطلوب 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 مني طيب كمان مطلب مثلا إنه الحجر اللي انقذف من سطح البناية اللي وصل لأقصى ارتفاع ورجع زي هي لما وصل هاي النقطة اللي مقابلة لنفس النقطة اللي انقذف منها نجد كم سرعته هون كم بتكون سرعته هون وهو راجع احنا بنعرف انه مطقيا في فاينال لازم تساوي في انيشل كونه عن نفس المستوى والحجر اللي بصل لأقصى ارتفاع وهو راجع برجع بنفس السرعة عند نفس المستوى يعني إذا انقذف هون بفي انيشل بتساوي عشرين فالفي فاينال راح تكون كمان عشرين ولكن إشارتها ايش سالبة متر لكل ثاني فخلينا نشوف رياضيا تطلع معنا هيك ولا لا احنا شو عنا عنا الزمن اللي بستغرق الحجر حتى يصل لنفس النقطة اللي انقذف منها الزمن اوجدنا قبل شوي فأي معادلة بنستخدم لو استخدمنا المعادلة الاولى اللي هي في فاينال بتساوي في انيشل ناقص A في T اللي هي ناقص 9.8 في T كم في انيشل انقذف منها عشرين من سطح البنائي اللي هي عشرين متر لكل ثاني موجبة ناقص 9.8 في T اللي هي أربعة 0.08 فرح يطلع الجواب معنا سالب عشرين متر لكل ثاني هاي مقدار السرعة اللي برجع فيها الجسم عند النقطة اللي انقذف منها معناته أي جسم نقذفه نحو الأعلى بسرعة معينة بس يوصل أقصى ارتفاع ويرجع لنفس النقطة اللي انقذف منها برجع بنفس السرعة طالما ما في مقاومة هواء احتكاك يعني بهماع المقاومة برجع بنفس السرعة اللي انقذف منها ولكن باتجاه معاكس يعني بإشارة سالمة مطلوب كمان من المثال مثلا كم سرعة الجسم وموضع الجسم بعد مرور خمس ثواني من قذفه كم سرعة الجسم وموضع بعد مرور خمس ثواني من قذفه سرعة الجسم بعد مرور خمس ثواني كما من المعادلة الأولى في فاينل بتساوي في إنيشيال ناقص 9.8 في تي كم سرعة الجسم؟ في إنيشيال بتساوي 20 ناقص 9.8 يعني بدنا التي بتساوي 5 ثواني كم بتكون في فاينل من قذف الحجر طبعاً والحجر لما وصل هون كان الزمن كم بساوي هون؟ عند النقطة اللي انقذف منها كان الزمن 4.8% من الثانية فمنطقياً بعد خمس ثواني وين راح يكون الحجر؟ بمكان ما هنا يعني أسفل سطح البناية فبدنا نشوف عند المكان اللي بوصله هون كم بتكون سرعته وكم موضعه موضعه بالنسبة لسطح البناية فسرعته هاي راح تساوي 20 ناقص 9.8 في زمان اللي هو خمس ثواني فبتطلع سرعته في فاينل بتساوي ناقص 29 متر لكل ثاني لاحظوا إشارة سالبة ليش إشارة سالبة؟ لأنه باتجاه الأسفل لأنه متحرك نحو الأسفل وكم سرعته؟ زادت عن العشرين بمقدار 9 لأنه سرعته قاعدة بتتزايد وهو بتحرك نحو الأسفل هون كانت عشرين عند مستوى سطح البناية سالبة 20 فهون صارت كم سرعته عند النقطة هاي؟ صارت ناقص 29 متر لكل ثاني هاي سرعته طيب بدنا موضعه موضعه بالنسبة لمن؟ لسطح البناية موضعه بالنسبة لسطح البناية من أي معادلة بدنا نوجده؟ نوجده من المعادلة الثانية المعادلة الثانية المعادلة الثانية اللي هي بتحكي لي Delta Y متساوي V Initial في T ناقص 0.948 في T تربيع طيب Delta Y اللي هي عبارة عن Y Final ناقص Y Initial أنا بدي ال Y Final لأنه ال Y Initial بتساوي 0 فبتصفي ال Y Final بتساوي 20 في الزمن خمس ثواني اللي هو بدنا حصلا موضعه بعد مرور خمس ثواني ناقص نص تسعة بين الثمانية في خمسة تربيع فبتطلع ال Y Final شو بتتوقع ال Y Final راح تكون موجبة ولا سالبة لأنه ال Y Final راح تكون موضعه بعد خمس ثواني هاي الخمس ثواني هون حكينا فموضعه من هون لهون او ازاحته يعني هاي هاي ازاحة على المحور السالب او موضع على المحور السالب بالنسبة للمرجع هاو فرح تكون هاي الازاحة راح تكون سالبة المنطقة تطلع مانا فهون راح يكون عندي خمسة ضرب عشرين اللي هي مية ناقص خمسة تربيع خمسة عشرين تسعبون ثمين ناقص نص فرح تطلع قيمة Y بالساوي ناقص اثنين وعشرين ونص متر لاحظوا اشارتها سالبة ليش سالبة لانه باتجاه الاسفل ال Y Final بالنسبة لمن للموضع الرفرنس اللي هو اخذته أنا سطح البناية هنا لو طلب مني كمان على نفس المثال من الحجر اللي انقذف نحو الأعلى وصل لأقصى ارتفاع ورجع للأرض انه كم مقدار السرعة اللي بيصل فيها سطح الأرض قبل ما يصطدم بالأرض مباشرة يعني لما بوصل سطح الأرض كم بتكون السرعة النهائية هون طيب احنا بنعرف انه المرجع هون اخذناه انه Y Initial بتساوي 0 طيب ال Y Final هون كم بتكون بالنسبة لل Y Initial ارتفاع البناية احنا بنعرف انه خمسين متر فال Y Final هون بالنسبة لل Y Initial بتساوي سالب خمسين لانها نحو الأسفل فبنستعمل المعادلة الثانية من معادلات الحركة اللي هي Delta Y بتساوي V Initial عفوا مش المعادلة الثانية منستخدم المعادلة الثالثة اللي هي V Final تربية بتساوي V Initial تربية ناقص 2 تسعة بوين ثمانية في Delta Y Delta Y هي عبارة عن Y Final ناقص Y Initial واللي هي بتساوي سالب خمسين ناقص زيرو واللي هي بتساوي سالب خمسين هاي Y Final فبنعوضها بالمعادلة الثالثة من معادلات حركة بخط مستقيم V Final تربية بتساوي V Initial تربية السرعة اللي بتدية القذف منها الجسم من سطح البناية اللي هي عشرين موجة بكانت تربية ناقص 2 تسعة بوين ثمانية في Delta Y اللي هي سالب خمسين بعدين بنوجد قيمة V Final Y اللي هي لحظة اصطدامه بالسطح الأرض تطلع V Final بتساوي معي ناقص 37.1 متر لكل ثاني طبعا اشارتها سالبة لانه هي باتجاه محور الصادات السالب اللي هي السرعة النهائية طيب اذا انت سألت كمان كم مقدار الزمن اللي استغرقه الحجر حتى وصل سطح الأرض من لحظة قذفه من البناء يعني انا قذفته من هون من نحو الاعلى وصل اقصى ارتفاع ورد رجع لحد ما وصل سطح الأرض فكم الزمن اللي استغرقه وهو السرعة الابتدائية موجودة عندي اول ما قذفته في انيشال بعرفها والفي فاينل كمان صارت موجودة عندي اللي اوجدناها هون فبالتالي بستخدم المعادلة الاولى من معادلات الحركة بخط مصقين وتسارع ثابت اللي هي في فاينل بتساوي في انيشال ناقص 9.8 في تي الفي فاينل اللي هي ناقص 37.1 اللي اوجدتها قبل شوي الفي انيشال اللي هي 20 موجة بالانها نحو الاعلى ناقص 9.8 في الزمن تي بحل هاي المعادلة بالارقام وبوجة تي بتطلع الزمن معي بساوي 5.83 بالمية ثانية هذا المثال اللي موجود بالكتاب واللي استعرضناه الان هو من الامثل الشاملة على حركة الادسام في بعد واحد وبتسارع ثابت واستعملنا في معادلات الحركة بخط مستقيم الثلاث من الاولى والثانية والثالثة حتى نوجد المطاليب المطلوبة من هذا المثال هيك منكون شرحنا وتعلمنا المواضيع اللي موجودة في الفصل الثاني اللي هو الحركة في بعد واحد لا تنسوا تنتبهوا دائماً لتعويض الإزاحة والسرعة بالحركة العمودية لأنه للأعلى الإزاحة اللي هي دلتواي بتكون موجبة والسرعة بتكون موجبة للأسفل الإزاحة بتكون سالبة والسرعة منعوضها سالبة لكن التسارع في الحالتين للأعلى وللأسفل التسارع الصادي هو دائماً يساوي ناقص 9.8 والذي هو سالبة يعني منعوضه دائماً سالبة إن كان صاعد للأعلى أو للأسفل لأن التسارع مرتبط باتجاه القوة المؤثرة على الجسم والذي هي دائماً مؤثرة نحو الأسفل إن كان الجسم صاعداً أو نازلاً نحو الأسفل أعطيك والعافي